ريال مادريد ودور الأبطال قصة عشقين لا تنتهي فبالرغم من راحل أبرز نجومه وامتلاكه لتعداد متوسط مقارنة بالفرق الأخرى على غرار باريسان جرمال فرنسي ومونشستر سيتي الإنجليزي إلا أنه تمكن مرة أخرى من إحراز أمجد البطولات الأوروبية للمرة الرابع عشر في تاريخه والخامسة في ظرف ثماني سنوات الملكي هو نادي القرن في أوروبا وأكثر من فاز بدور الأبطال في تاريخ فاز الريال بأول خمسة نسخ من البطولة بداية من عام ست وخمسين حتى عام ستين ثم انتظر الستة سنوات قبل أن يفوز بالسادسة عام ستين وستين لكنه غاب بعد ذلك عن منصات التتويج لمدة كبيرة جدا تجاوزت ثلاثين عاما قبل أن يعود للواجهة من جديد سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين على حساب يوفينتوس الإيطالي ببطولة أثارت الكثير من الجدل ثم فاز بالنسخة الأولى للألفية الجديدة عام الفين وحصل على التاسعة في موسم الفين وواحد الفين واثنين لينتظر بعدها اثنى عشر سنة لكي يفوز بالعاشرة أو لديسيما كما يلقبها عشاقه على حساب أطلتيكو مادريد في عام الفين واربعة عشر ليحرز بعدها اللقب ثلاث مرات متتالية في حقبة المدرب المحنك زين دين زيدان عام الفين وستة عشر الفين وسبعة عشر وكذا الفين وثمانية عشر وهي أول ثلاثية في تاريخ دور الأبطال بنسختها الجديدة حقق الملكي نسبة انتصارات كبيرة في هذه البطولة قدر بثمانين بالمئة كما أنه النادي الذي لعب أكبر عدد من النهائيات وقد برهن النادي الإسباني على عظماته خلال النسخة الحالية بعدما أطاح بالعديد من الفرق الكبيرة وصولا للمباراة الختامية أين أحرز اللقب مرة أخرى بكل جدارة واستحقاق بعد الفوز على ليفربول بهدف البرازيلي فينيسيوس ليؤكد الريال مرة أخرى بأنه سيدا لهذه المنافسة بدون منازع